السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو بتحب المشويات تعالي حأكلك أحلى طاجن سجوك مشوي على الفحم بس ما استعملتش فحم طاجن خطير طعمه ورحته مش عايزة أقولك وأكيد الريحة واصلة لحد عندكم يلا بينا كده ندخل ونشوف أول تكاية حنعملها في السجوك معانا إيه أول حاجة أنا ما بحبش خالص أشوح السجوك في أي مادة دهنية وهو لسه ناي أنا بضيف عليه كباية من الميا وأسيب الميا تغلي كده مع السجوك وأي رغوة بتطلع كده مش عجباني بتخلص منها بالمعلقة زي الرغوة اللي بتطلع وانت بتسلوه إلاح هتقولولي يعني هنسلق السجوك؟ لأ السجوك مش هنسلقه هنضيف عليه كباية الميا وهنسيبه كده حيستوي وهيتشرب كل كمية الميا دي هي كباية واحدة أو كباية إلا ربع على حسب طبعا مقدار السجوك معاكي وبعد كده ده بيديني راحة نفسية وأنا باكل السجوك وبيديني نتيجة ممتازة بيفضل لونه حلو وبيفضل طري وطعمه لذيذ أول كده المحس خلاص السجوك شرب كل السائل اللي أنا حطته له هشيله بقى من الطاصة معايا وبعد كده في نفس الطاصة دي اللي فيها الطعم وفيها كل مكان التوابل بتاعة السجوك هنزل فيها بمعلقتين من أي نوع زيت نباتي أنا هنا استعملت الزيت الدرة هنزل على الزيت معايا ببصلايا كده متقطع جوليان بصلايا كبيرة وعندي هنا أنا مجهزة فلفل ألوان وقرن فلفل حراء وثلاث فصوص من التوم هشوح البصل معايا وأول ملونه كده يصفر ويدبل معايا والبصل كده يطلع الريحة بتاعته هنزل عليه بباقي المكونات من الخضار من الفلفل الألوان ومن فصوص التوم اللي بيبقى كده الخضار مع البصل بحيث كله كده ياخد من طعم بعض والفلفل كده يدبل معايا بس يحتفظ كده بالأرمشة بتاعته بلاش تهريه وتخليه وقت طويل على النار أكون في الوقت ده بشرت جزرايا حلوة كده كبيرة والجزر هنا بيكون عنصر من العناصر اللي بتخلي الطبق كامل معاكي والألوان بتكون جميلة جداً وجذابة وكل لما الألوان زادت كل لما كانت القيمة الغذائية عليها التوابل معايا اللي حضيفها هنا معلقة صغيرة من الفلفل الأصمر معلقة من البابريكا معلقة من الكمون ومعلقة صغيرة من الملح دي كده كل التوابل اللي أنا كمان كاتبها لكم عشان ما نقطرش في التوابل علشان ما نغطيش على التوابل اللي داخل السجوك السجوك بتاعنا متبل ومش عايزين نضيع الطعم ده عندي كمان طمط موية كبيرة قطعتها جوليان وعندي كده كام ورقة كده من البقدونس برضو خرطتهم علشان الألوان كده كل لما زادت في الطبق كل لما بقى الطبق بيشد العين أكتر نزلت عليهم بمعلقتين من عصير الطماطم معلقتين بس علشان كده يبقى لون الطاجم بتاعك لونه أحمر وحل وحسيب بقى الخليط ده كده مجرد ما الطماطم بس كده تدخل في السوى شوية والصلصة كده تتسبك معايا شوية حكون قطعت السجوك وبعد كده هنرجع نضيفه تاني على الخلطة اللي على النار تقطيع السجوك هنا بيخلي كده السجوك يطلع الطعم بتاعه كده مع الخلطة وفي نفس الوقت يتشبع كده اللي اتنين كده يتدخلوا ويتجنسوا مع بعض ويبقى يديكي نتيجة غير لما تسيبي الصبع السجوك كده زي ما هو قلبي بقى الخضار بتاعت مع السجوك كده تقلبتين وبعد كده هيكون تقريبا كده الأكلة بتاعتنا خلاص الرابط تستوي وتخلص معنا في المرحلة دي على فكرة ممكن تكليه كده بالشكل ده ممكن تعمليه صندويتشات بس أنا هنا عشان هعمله طاجن فلازم عايزة أديله كده وش تحمير كده من على الشواية عشان يديني كده شكل حلو وطعم كمان حلو انتوا عارفين تسوية الفرن بيأثر على طعم الأكل غير لما بتسويه من على البتجاز من فوق بس هسوي بقى الوش بتاعه وبعد كده حدخله على الشواية هيقعد كده خمس دقايق وحيطلع اللون كده بتاعه الخضار كده أخد وشي والصدوك السجوك معايا أخد لون حلو وعفوا لو بطلق بتو بقول صدوك لأن احنا بالاسكندراني دايما بنقول عليه صدوك جبت بولة معايا غلفتها كده بورق الفويل أو الورق الألمونيوم وعملت تجويف كده في الطاجم بتاعي وحطيت معلقتين من الزيت داخل البولة وحكون في الوقت ده مسخنة أو مولعة قطعة من الفحم أول ما حتولع معايا كده هحط قطعة الفحم دي داخل البولة اللي فيها معلقة من الزيت وهغطي على طول بورقة من الفويل أنا هنا ده مفهوش أي ضرر للناس اللي بتخاف تاكل أي حاجة بالفحم أنا هنا بس باخد من الفحم الريحة بتاعته لكن أنا مش مسوية السجوك على الفحم زي الشوية وبجد يعني الريحة عايزة أقولك أكدنك مسوية فعلا على الشوية يارب يكون الفيديو عجبك وتقولولي رأيكم في إيه ويلا نعمل الوصفة دي كانت معاياك وقران دعالي وقتالي بالعربي